اليوم سنحدث عن موضوع الاوبساكتف سليب أبنية الاوبساكتف سليب أبنية هي موضوع المنطقة جداً ومعالي ونحن نحدث عن الموضوع اليوم سنحدث عن الباثو فيسيولوجيا سنحدث عن السمتوم والسيون الكوزات والريس فاكتور الكملوكيشن والدياجنوس والتريتمان و بالأخير بريفلي سنحدث عن إيش الواحد بيركز بالهستير والفزيكال إجزامنشن وإيش واحد بحط بباله ديفرينشل دياجنوسيس تمام نبلش بالديفنيشن التعريف الاوبساكتف سليب أبنية هو عبارة عن الريبيتاتف أبر ايروي بساكتشن هاي الريبيتاتف أبر ايروي بساكتشن بتأدي لأبنية عند هايبو أبنية تمام هاي الأبنية والهايب أبنية بتعمل لك سليب فريقمنتيشن كاردوفاسكال ستميليشن عند أكسجين دي ساتوريشن دوري سليب حسن نقدر نفهم التعريف ممنية لازم نعرف شو هي الأبنية والهايبو أبنية الأبنية حسب تعريف الأمريكان أكاديمي هي السيسيشن أو في ايرفلو فور أتليست 10 سن و بالمعنى السيسيشن هو يعني أنت بكون عندك كمبيت تبستركشن فور أتليست 10 سن أما المصطلح الثاني اللي هو هيبو أبنية is defined as recognized transient reduction يعني أنت بكون عندك transient reduction أو partial reduction not complete cessation نفس اللي بالأبنية فور 10 سن أو لنقر وهاي بكون associated with oxygen desaturation for 4% تمام حسن الاوبستكتفل سليب أبنية هي إشي سجنيفكات إلو سجنيفكات إملكيشن فور كاردوفاسكال هيرث كاردوفاسكال ومنتال هيلث and equality of life طيب بس سمح لأقاطعك بس نوضح شغلة ليش بهمنا تارفو أشياء تعرفوها راح نحكي عنها أكثر بس مينار بس موضوع الاوبستركتب سليب أبنية ما في عنا نوليج حتى بالميديكال مو عند البوبلك أنه يشك أنه عنده الاوبستركتب سليب أبنية فراح تشوفوا بكرة لما تصير تفكر أنه هذا ديفرانشل دياغنوس of some presentation أنه راح تلاقي فيه شوية ديبريشان فيه شوية هايبو أكتيفتي بتفكره هايبو ثاييرويد بتفكره مرات عنده ديبريشان المريض بتمشي على الانتي ديبريسان يمكن لكن بيكون كله إذا بتاخذ البروفر هستوري وبيجيب بالك هال ديفرانشل دياغنوس اللي هو الاوبستركتب سليب أبنية فممكن أنه تشخصها and put it in the back of your mind that it is a common disease يعني about 5 to 10 percent of the population of the elderly population خلينا نحكي عندهم أبستركتب سليب أبنية انميز وحنا منحكي احنا هون نحكي بالباطن عن الأبستركتب سليب أبنية عند الأدلس فيه نفس تقريبا نفس البرزنتيشن بيكون عند البيدياتر بيكون لكن بيكون for different reasons اللي هم وعنا رح نشوف هسا كيف الميكانيزم of obstructive سليب أبنية عند الأدلس لكن عند الصغار عند الأطفال بيكون عندهم أدينويد large тон cells anatomical abnormalities anomalies فبصير عنده نفس الإشي بصير عنده obstruction وهناك على أغلب الcorrections surgical إذا كان يعني دوب مثلا عدينويد ectomy tons electomy عند الأدلس we have different approach فما نخربط لما نحكي عن obstructive sleep apnea عند الأدلس أو عند pediatric population نعرف أن approach شوي بيختلف وهون محاضرتنا والسيمنار هون الشباب عاملين كله عن adult obstructive sleep apnea خضر يا عبد الله تمام صحيح نفس ما حكيت الدكتور obstructive sleep apnea هو عبارة عن disordered continuum يعني إذا كان مكون مكمل لبعضه عندك بيبلش مثلا عندك من snoring snoring هو مثلا partial obstruction but with sound without symptom أو عندك upper airway resistance syndrome اللي هاي برضو بيكون عندك partial obstruction ممكن تعمل لك brief symptom but not مش كمصطلح الhypo apnea والأبnea هسا برضو في عندك إشي ثاني اللي هي obesity hypo ventilation syndrome اللي هو برضو بنحكي عنه big weekend syndrome هو من اسم obesity نقصد body mass index equal or above 30 بصحبه هاي الأعراض اللي هي ممكن بالآخر كله إنك تشخصه كobstructive sleep apnea عسا epidemiology رجعلي رجعلي على الاستاذ شوية عبدالله أغلبك على الاستاذ اللي قبله طيب عبدالله هون قاعد بحكي لنا مذكرين بس خلينا نفرسف لأمور شوية مشان نفهم لأن هذا فمن obstructive sleep apnea كويس عمرنا ما بنساها إن شاء الله منذكرين اللي بكون نحكي مريض عنده COPD emphysema بس يمكن كان عنده emphysematous changes قبل عشر سنين بس ما كان عنده obstruction ما عشي فهذا ما بده inhalers ما عنده COPD لكن عنده على CT emphysema ماشي مريض عنده productive cuff وعنده chronic bronchitis لكن ما عنده COPD ما عنده obstruction less than point seven أو 70% الratio على spirometry هو نفس الإشي snoring في ناس كثير عندهم snoring في ناس كثير لكن أقل من snorers عندهم upper airway resistance syndrome لكن مين منهم وصل لمرحلة إنه يصير في عنده apnea أو hypopneas that is causing hypoxia during اللي صار عندهم the definition of obstructive sleep apnea صار في عندهم sleep fragmentation بضل يصحى بالليل طبعا هو يسأل الصبح يقول لك أنا بارح ما صحيت ولا مرة بالليل لكن يسأل زوجته بتقول لك إنه صحى كل يوم فوق العشر مرات بيختنق وبصحى وبغير نوم برجع بنام برجع كمان ساعة بتتكرر cycle نام ويرجع يصحى وما يفوت بديه بسليب وما يصير في عنده relaxation اللي بتعمل لنا day time symptoms اللي راح نحكيها عنه لأنه راح نحكي عنها كمان شوي day time symptoms هي زي sleep deprivation وال stress اللي من sleep deprivation اللي له years والمريض مش مش مشخص بيكون على أغلب بيكون مريض عمره خمسين سنة لكن السمptوم حياة معاشية لكن لما تعمله proper diagnosis proper management وتعمله الاشي الصح راح تحس أو هو راح يقول لك انه الامور كفير فرقت بعد treatment of obstructive sleep apnea simply انا مرح اطول بالحك كفير مشان الشباب ياخدوا راح اطول بس ال ideas المهم اللي هان بدي تكونوا عارفين ها obstructive sleep apnea يعني simply you have good lungs in the daytime but during sleep you have obstruction in the upper airways مو زي الاسما وCOPD in the lower airways in the small airways عندك obstruction بالthroat من large tongue فهال obstruction اللي بصير وانت نايم ثلث حياتك وانت نايم ثمان ساعات باليوم تقريبا تنام وعندك ثمان ساعات فيوم hypoxia فصفيت فعليا زي زي اللي عنده COPD with hypoxia يعني you have chronic hypoxia والcomplications اللي بتعرفوها من chronic hypoxia obesity hypoventilation شوي بتختلف obesity hypoventilation you have restrictive lung disease even in the daytime فهون صار في عندك hypoventilation CO2 retention صار في عندك other symptoms لكن it overlaps with obstructive sleep apnea أغلب المرضى اللي عندهم obesity hypoventilation عندهم obstructive sleep apnea والعكس كمان أو يمكن يكون عندهم obstructive hypoventilation تفضل لكم دكتور دكتور كمان حاب أضيف على كلامك الموضوع الثاني بالsleep apnea وهو central sleep apnea هاي ما بيكون عندك مشكلة obstructive بيكون مشكلة بالrespiratory effort بيكون هاي مثلا سبب مثلا CNS injury أو toxicity أو يكون عندك congestive apnea in US has been 2-4 for women and 4-9 for men and the problem that في كثير misdiagnosis للا obstructive sleep apnea فالنسب ممكن تكون أعلى من هيك بكثير وكمان بالشدرن النسبية 2 apnea والموس common cause للا obstructive sleep apnea بالشدرن هي الادين وطنسل hyper trophي السن البفلنس is higher in black and Asian population and it has been reported that there is a genetic component at some risk factor including obesity يعني لازم نسأل عن family history لأنه ممكن يكون شي genetic وممكن lifestyle لابن يكون عنده obesity أو stress أو occupation و etc من كم سنة بلش يحكو عن HLA types associated with obstructive sleep apnea في families عندهم obesity لكن zero obstructive sleep apnea ما عندهم apnea وفي ناس عندهم obesity with families يعني عندهم obstructive sleep apnea رؤى رؤى جماحنا اليوم سأحكي عن اللي هو obstructive sleep apnea الموضوع له pathogenesis هلا بدي أنو على شغلة انه sleep apnea هي عبارة عن cessation during sleep وحكينا يعني at least 10 seconds هلا بدي أنو انو شو السبب على انه sleep apnea ليش بصير هذا البني آدم بصير فيه cessation yes تفضل دكتور أغلب بكرا بس أنا لأني بعمل print screen على اسماء الموجود في واحد اسمه publisher اللي مش كاتب اسمه صح مشان الحضور والغياب مشان ال evaluation بس اللي مش كاتب اسمه يغير اسمه أو يكتب اسمه على chat تفضل دكتور أنا اسمي صح أيها مزبوط تمام ناس ثاني اه تمام طيب هلا هكيد أنا رؤى جماحنا رح أحكي عن موضوع الباثوجينيس هلا بالنسبة لالسليب أبنية هو عبارة عن cessation لبريث during sleep حكينا at least 10 seconds طب شو الاشي اللي ممكن يعمل لسليب أبنية ليش هدو البني آدب رح يصير عنده سيزيش لبريث رح تتقسم ل ممكن يكون عندي هذا السبب obstruction نتيجة انه صار في عندي obstruction بالairway or central زي ما نوح عليها زميري هلا central هي اشي rare اقل لا obstruction هي المور common central علاقة بالrespiratory central في الميدلة ومشاكل زي ما حكي عدد stroke أو كذا أو cns injury أو كذا هلا بالنسبة للobstruction هي عبارة عن أي change بال upper airway أي anatomical change ممكن شو زي شو لهو ممكن يكون عندي tonsillar hypertrophy ممكن uv hypertrophy طيب ممكن بني آدم يكون opes طيب شو دخل l-opes يعمل sleep apnea دخل l-opes انه يعمل sleep apnea بيكون هذا البني آدم عنده اللي هو excess soft tissue بمنطقة neck لما يكون عندي excess soft tissue بمنطقة neck يضغط على اللي هو airway فبالتالي بيعمله obstruction طيب وهون إلا انه نتخيل لما يكون هذا البني آدم عم بيعاني من obstruction شو يعني رح يقل عندي oxygen saturation رح يصير في عندي hypoxia ورح يصير عندي hyper capnea طيب بس أحتي كمان شغلة انه هي بتكون عبارة عن عبارة عن اش transient يعني مجرد ما انه يصحى هذا المريض رح يكون عنده ABG normal يعني خلص هلأ كمان شغلة مجرد انه sleep نفسه بيعملي obstruction ليه بيقل عندي اللي هو pharyngeal muscle activity فزيك انها بترتح العضلات وبرضو هات بيساعدني بال obstruction فبيصير عندي airway collapse بيصير هذا apnea وحكينا بيصير عندي hypoxia وhyper nervous system عشان يزيد the ventilation effort يعني هذا يختني فبدي يزيد اللي هو ventilation effort بس مجرد ما يصحى المريض حكينا بيرجع normal ننزل بالله على الصفحة اللي بعدها هلأ حكينا سامعيني زملائي سامعينك سامعينك تفضل تمام هلأ حكينا هون عندي factors contribute حكينا opposite أي شيء يعمل انا تميكل changes second lateral pharyngeal wall enlarged uvila حكينا مجرد ما كان هذا patient نايم يحس في apnea ومجرد ما يصح يصبح عندي normal وحاب أنه ودكتور على شغله في عندي obstructive sleep apnea وفي عندي اشي بنسمي opposite hypo ventilation syndrome hypercapnia بس obesity hypo ventilation syndrome يكون هذا patient نتيجة أنه عنده soft wall chest wall فرح يكون عنده اشي chronic هو اشي chronic رح يكون عندي hypercapnia وعندي hypoxia اشي chronic طيب هذا البني آدم لو عملت له ABG رح يكون عندي مرتفع اللي هو CO2 وقليل اللي هو O2 سامعيني سامعينك استمر استمر عندي respiratory alkalosis بما انه مرتفع CO3 CO2 عدران عندي او مرتفع CO2 ف كدني رح تشتغل بانها تعملي تقللي الاسيدتي كيف انها تعملي جيد الاسيدتي رأى بتحكي لكم عن مريض obesity hypo ventilation مو عن مريض obstructive sleep apnea تحكي لانه صار عنده CO2 retention يعني respiratory acidosis his kidney will compensate with metabolic alkalosis فراح تكون عنده bicarb number high وهاي فراح هاي يعني جديد كمان الحكي it is an acceptable screening test for obesity hypo ventilation انه ما بصير يكون عندك obesity hypo ventilation with normal bicarbonate ماذا عندك high bicarbonate معنا you have obesity hypo ventilation من هو مريض obesity hypo ventilation إذا مذكرين لما رحنا شفنا spirometry بالمستشفى لما حكا تلك obesity it changes the numbers for the spirometry لكن it abnormally changes it لكن إذا كانت مش severe enough تضل within the normal limit لكن إذا كنت morbidly obese البيع ما هي عندك 40 chest wall عندك limited movement صار بالchest wall so you will have obesity hypo ventilation CO2 retention high bicarbonate to compensate the CO2 لكن نحن هنا نحكي عن more common disease اللي هو obstructive sleep apnea اللي بدأت تركز إليه بأ فضل 100% فأنا هايك خلص اللي هو الباث الجنية الجزئة القسمة طب نكمل السلايد التحتي بالله طب أعطيكم العافية مع كثن الرشاد من اليوم دأكمل باتوف السيولوجيا هسا نحكي عن السيفيريتي كيف نحسبو أول إشي السيفيريتي of obstructive sleep apnea is measured by apnea hypo apnea index the frequency of apnea and hypo apnea per hour of sleep is defined by complete obstruction of upper out air ويزي ما حكي طيب بسب الله يزان سامح يزان هون بجدول كاتب RDI RDI it's another measurement شو يختلف عن apnea hypopnea index لكن المور common يوز apnea hypopnea index يعني اعتبروا يزان كاتب لكم بجدول apnea hypopnea index شو apnea hypopnea index يزان بحكي انه كم apnea أو اللي راحة اللي عملنا لك فيها sleep study per hour صار عندك apnea أو hypopnea نجمع قد بطلع عندنا رقم آخر اشي هسه هو شو الفرق ال-RDI عنه بس في اشي زياد من نجمع هو respiratory effort related arousal يعني هو اشي يعني بيكون كمر الوحد بسبب الميل related to hypopnea or apnea فإذا كان الرقم أكثر من 5 اللي بحكي عنها يزن اللي بحكي عنها يزن الرير related arousals لما مرات بتكون ال-apnea أو hypopnea مثلا for only 5 seconds هاي ما صار اسمها apnea ما وصلت 10 seconds لكن صار وراها awakeness صار فيه وراها alertness صح المريض نزل ال-oxygen عنده ففي references بعتبروها it is significant حتى لو أنه ما وصلت 10 seconds وفيه ناس بيقول لك لا مدام ما في عندك 10 seconds of flow cessation أو limitation فمعنات ما تحسبها وحدة ما رح نختلف احنا بين المذاهب يعني لكن المبدأ إنه لما في عندنا المضاهم ممكن مرات إنت لما تحكي severe obstructive sleep apnea يكون عندك ال-apnea hypopnea index more than 30 per hour يعني كل دقيقتين المريض في عنده cessation for more than 10 seconds بالساعة فتخيل شو sleep اللي المريض بمر في يعني ما في عنده sleepness ما في عنده relaxation وشو اللي رح تصير عنده تفضل يزا تمام ننزر بس على السلايد البعض أسه هون عندنا نتكي عن pathophysiology في عندنا أكثر من سبب والشي عندنا بسبب structural factor اللي هو زي مثلا adenotonsen الهاتف 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 أوبس كرانيوفيشي لتعرض لتعرض لتغير من البون والفاس أو مثلا صار عنا سبازم للنك موس بالنسبة نيوروموتورتون بسبب cerebral وإشي genetic disease واذا الفاكتور هم يكون هرمون الديت وإنفلاميشن طبعا الهرمون مثلا لما يقل عندنا الأستروجين بالمنوبوس بزيد عنا نسبة obstructive sleep apnea عند الفيميل تمام هايك لبعض تمام نحكي بسبب يقل عندنا الأكسجين يصبح عندنا hypoxemia بيصير عندنا مشكلة بالأتونومي nervous system بصير اتونومي dysfunction بصير عندنا hypercapnia ويتغير عندنا intratrotic pressure changes هذا كله رح يزيد عندنا موضوع oxidative stress ويزيد عندنا inflammation ويؤدي إلى atherosclerosis لل blood vessels بحكي لي أنه بده 10 منتس يخلص الميت ويخلص بصوح على هاي تمام بصير عندنا الميتابوليك dysfunction left atrial inner inner هذا يؤدي لها نفعل sympathetic activation السيب is cardiovascular disease هم الhypertension atrial fibrillation heart failure coronary artery disease والسروك هذا كله بسبب الاثيروسكولوروس عشان بسبب blood vessels برضو pulmonary hypertension and diabetes so أنا تمام دكتور في اشي زيادة او نعم تفضل لي بعضه اه تبعا هون في كمان سلايد نحكي اه نحكي اه نحكي انه كيف بل air pollution برضو انه obstructive sleep apnea زي smoking او اي اشي تعرض ل smoke او فبال air pollution بعمل change in structure of upper air برضو change in upper air way بثير sleep permeability فبعمل عنا hypoxia sleep apnea بارت من السيمينار حاب انك تكونوا فاهمين ه والتكسيم اللي حكتها الدكتورة اللي هو day night day time symptoms وnight symptoms المفروض نكون قبل ما نكمل فيهم نعرف ها راح تحكيها الدكتورة اكيد بس كمان بهم انتكونوا فاهمين ها كويس night symptoms مريضك ما راح كون بعرف عنهم his partner اللي اللي بتصير عنده طيب day time symptoms اللي بتسأل مريضك عنهم فبالعادة احنا منحب يكون لما بيكون في suspension of obstructive sleep apnea أو evaluation لمريض عنده pulmonary hypertension ومندور على cause of his pulmonary hypertension مع اللي عنده انه يكون عنده obstructive sleep apnea فمنسأل night symptoms ونسأل زوجته عن هاي symptoms ما منسأل مريض نفسه تفضل احنا مقاطعة بس عشان رح تخلص للميتنج اذا بدك تسوي screen shot ونرجع نفوت عام بلا انا سويت screen shot وخلص نفوت على نفس اللينك اه نزبط على نفسه اه نفس اللينك نعم تمام تمام طيب تفوت على ميتنج ثاني بدعم دكتور رنضل القاطع فيها من بعد يس اوك منفوت على اللينك مرة ثاني دكتور دخل ولا لسا ايني موجود انا تفوت تمام نبلج دكتور فضلا تمام متل ما حكينا بدنا نقسم السمتم ل day time and symptoms بتصير at the night واتفقنا انه المريض ما بيكون يعني اوائل عنهم اوك ممكن next تمام هلا one of the most common symptoms اللي هو day time او day time sleep because انه البيش انت ما بيقدر cannot sleep deeply at the night فما في عنده او عنده low destructive sleep هذا الشيء سيسبب انه على طول بدي يكون عنده day time sleep كمان المريض ممكن يعاني من morning headache حكت رؤى انه بيكون في عندنا hypoxia and hypercapnia وهذا هو السبب خلينا نحكي انه the closure of airway عفوا اللي صار عمل lowering في amount of oxygen وصار في accumulation of carbon dioxide بالتالي طبعا بيصير في عنده low brain oxygen هذا الشيء رح يسبب انه هو يصحى في headache okay next طيب excessive daytime sleepiness بس مشال نعرف كداش الامور serious ممكن تكون one of the common causes of death in patients with obstructive sleep apnea is road traffic accidents يعني بيروح مشوار على عمان بينام على الطريق وهو سايك بينام على الاشارة الحمرة على الدقيقة اللي بتسكر فيها الاشارة فالexcessive daytime sleepiness مرات ممكن يكون سهير انه يخرب حياة المريض يعني تكون هي achieve complaint تاعة المريض تفضل المترجم تمام next ok الموت change او poor decision making او انه عنده صعوبة انه يركز او انه حتى يعمل daily activity تاعته because نفس ما حكيان انه في عنده decreased administrative sleep at the night او انه مش قادر ياخد a night of deep sleep بهذا الشيء رح يؤثر على الموت على concentration وعلى تعامل مع الناس ok كمان واحدة من الشغلات اللي بتصير انه patient also may have or may complaining من dry mouth بسبب انه هدول patient tend to sleep with open mouth تمام فبالتالي رح يكون في عنده giant out للثوت ومكتل حتى يصير في عنده تقريحات او هكش آخر شغلة من اللي هم بتلاقي انه المريض مثلا مرات يكون عنده طالب جامعة امور كويسة بتصير عنده بتصير انه مشاضر زي ما كان اول زي ما كان بسنة اول وثانية وثالثة بتصير علامات بسنة رابعة سيئة ممكن بشتغل محاسب يخلص عليه الشهر وله خربط مليون دينار ف يعني it impairs the life of the patient هاي المهم اللي لازم تكون عارفين ها انه هم اللي بحكي لك المريض اللي حكتنا اياهم دكتورة هم اللي بشكي لك المريض من هم تفضلي دكتورة كم خلينا خلينا نحكي عن السمتوم اللي بتصير واتتبقنا انه هدو ما بيكون المريض يعني ما بيكون بيعرفهم عادة من من المريض المريض بداية السنورينج هو الموضوع انه بس انا في عندي ناروينج لال هاد الشي رح يسبب انه تصير عنده to vibrate that بعدين رح سير في عندي السنورينج اللي هو هارش sound will be produced gasping or chocking اللي هو فكرة انه المريض يصحى ميلهات او مخنوق او هيك شي الناروينج اللي بسير له cut off suddenly ورح يخلي انه توقف with gasping or chocking تمام بس نفهم شغلة السنورينج is really common صح هاي كلنا منعرف هاي ف it's not that specific to obstructive sleep apnea لكن gasping او chocking او بسموها snorts اللي هو يعني يصحى المريض يش هاك ينقذ هاك يخاف ويقوم انه بدي اخذ نفس it is really specific for obstructive sleep apnea especially اذا زوجت المريض قالت لك انه بكون في عنده snoring loud snoring بعدين cessation of breathing بعدين بصحة مفزوع بده يتنفس فthis is almost يعني diagnostic you know this is an apnea attack associated with hypoxia and your husband is يعني you can have a good suspicion or a high probability of obstructive sleep apnea بس من هال complaint الصغير اللي is loud snoring followed by cessation of breathing بطل يتنفس بعدين المريض الصحي من في زوج بده يتنفس طبعا هال snort او gasping attack او choking attack اللي حكيت لكم عنه الدكتورة ممكن المريض يصير معه بالليلة أربع مرات لكن بكرة الصبح مش منذكر ولا واحد فيه هاي من الاشياء اللي منسأل عنه كمان زي ما حكينا night endocrine symptoms or night symptoms patient partner اتفضل تمام انا عفو يعني سيت احكيها انه snorting هي بحد ذاتها او لحالها خلينا نحكي مجد دايق نصط تمام next في شي اللي هو reflex symptoms مثل المريض ممكن يصير عنده acid reflex هذا الشي خلينا نحكي انه شغلتين stop breathing cause pressure في lungs انه يتغير هذه النقطة النقطة التانية ان المريض يأخذ forceful breathing هدول الشغلتين سوا يساعدوا على انه يصير عندي backup للأسد للأسد باتجاه الاسوفيغاس واخر الشغلة اللي هي witness apnea اللي هي attacks of sudden stop breathing ونبس ما حكينا هذا الشي ناخده من البيت partner بس انا هكتم انا اعطيك العافية دكتور انا اعطيكم العافية دان دان سامر دلي بدي اكمل signs of obstructive sleep apnea هلا اول اشي في عنا pulmonary hypertension sudden drops in blood oxygen level that occur during sleep or during obstructive sleep apnea increase blood pressure and strain cardiovascular system هلا during sleep بيكون في عندي decrease blood O2 فراح يصير في عندي decrease blood pressure فالجتام هون بدو يحاول يرفع البل pressure غير السلايد ماذا غير وه اوكي فضل دكتر عيد من اول لا لا كملي اه فالجسم رح حاول ان يرفع البل pressure by over activation sympathetic nervous system فهونا رح يصير انه increase blood pressure by causing peripheral vasoconstriction فهونا الpatient رح يكون عنده secondary hypertension الثاني الثاني شغلة هي الابيزيتي sleep dimensions and quality رح تقدي لزيادة الابيتيت الثاني دكتر في شغلة انصراح قرأت عنها الابيزيتي انه lack of sleep can cause increase hunger hormone during nights فعشان هيك رح تقلل من leptin hormone وترفع للhunger hormone فعشان هيك الpatient دائما رح يكون hungry و رح يزيد انه لل high calorie intake عشان هيك رح يكون more obese و approximately 80% من obstructive sleep apnea patient هم overweight الدكتور ما بارف زهر معلوم صح يعني فما كتبت انه لا هي يعني انا بصراحة ما قرأت اش زي هيك بس يعني للعلم بس يعني مشان تعرف عن شو احنا قاعدين بنحكي الفيلد of obstructive sleep apnea بعد فاضل يعني فيه studies و treatment modalities رح حكي لكم عنهم مش مكتوبين منهم بالسلايدات يعني بعض العلم تاعه كثير جديد يعني ما نحكي فيه كثير فمن هون لبعد خمس سنين بعد عشر سنين اذا حدا من اشتغل بها الشغلة رح تلاقي في علم جديد كثير مختلف عن الاشي اللي موجود عنا بالسيمنار اليوم المهم دكتورة انه نعرف انه بغض النظر عن الميكانزم اغلبهم بيكون obese patients وال80% اللي انت حضيتها ما ننسى 20% يعني اذا شفت مريض عنده typical symptoms of obstructive sleep apnea ما اقول ها ما عنده obstructive sleep apnea لانه مش obese لانه وزنه 70 كيلو يمكن عنده anatomical anomalies عنده شغلة عملة obstructive sleep apnea صحيح اغلبهم obese لكن في good percentage of them are non obese patients next next خلا في النتالة هي large neck circumference in most people neck size be greater than 16 or 17 inch high sign بدلنا انه في عنا X تصفات بالneck area وممكن تعملي crowding او compression على airway فهن زي بصير زي كأنه obstruction أو blockage فعشان هيك انه during sleep رح يصير في عنده يعني رح يطل الairway الاوتو انا خبصت شغلة هلا during sleep انه رح تصير زي كأنها عاملة obstruction على airway مظبوط لا مظبوط اللي بتحكي يعني large neck associated with more likelihood of obstruction in the upper airways بغض النظر عن كيف الميكانزم في ناس بحكولك عن انه excess soft tissue زي ما حكت الدكتورة في ناس بحكولك عن انه infiltrate لهالفات بالمسلز رح يقل المسل tone وصير weakness اكثر والcollapse is more likely whatever عنا obesity large neck تفضل الدكتور برضو قرأت شغلة عنها انه during sleep بيكون فيه hormonal changes على المسل فبصير زي كأنها stiff فهون زي كأنه obstruction بصير أو انه المسل مش عم بصير لها contraction فعشان هيك بتكون دايما airway closed هلا next هناك أربعة enlarged cells الطبيعية للأدلت بس هيك أنا أكمل جزئي دكتور يعطيك العافية الله أفوك العافية يعطيك العافية دكتور أنا راح أشرح risk factors خبرا risk factors مقسم إلى neuromuscular factors وstructural factors وvascular factors next neuromuscular factors الميكانيزم بسعنا relaxation during sleep راح تأدي للا decrease the upper airway muscle activity وتأدي للا increase upper airway collapsibility مثال القحول القحول can increase snoring and need to distribute breathing القحول can make slow breathing and make breathe shallow as the muscle in thorax relax and this air embossing thought lungs airway could close or even collapse another example sedatives مثال diazepam or alprozolam or clonazepam or lorazepam can also cause vascular factors the mechanism to break the roster of fluid shift with recumbent sleep and that will lead to upper airway obstruction due to increased volume and pressure of surrounding tissues السلام عليكم دكتور ريض عفو أنا اسرأ نواف اللي قبلك خلاص اه تخذ سلام. دكتور مثل ما حكا زميلي الاوبستركتفى فيه اكتر من فاكترز بتسبب لي اها مثل ما ذكر نيورو موسكولر فاسكولر وليستركشلال فاكترز. هلا انا رح اشرح لستركشلال فاكترز. هلا بليستركشلال فاكترز انا بكون عندي استركشلال بعمل على الاروي او دي فورمتي. بالتالي رح يزيد الريسك اف ابر ايروي كولابس. بالتالي انا رح سير عندي بلوكيج بالاروي. نكست بليز. هلا اول واحدة الابيزيتي. هلا الابيزيتي معناها انو البدي باس اندكس للبيشنط اكتر من ثلاثين كيلو جرام بير ميتر سكوير. هلا الابيزيتي لها دايدكت ريليشنشيب مع الاوبستركتفى سليب افنيا وهي سترونجر ريسك فاكتور فور اوبستركتفى سليب افنيا. هلا بالابيزيتي انا بكون عندي فات دي بوزيشن بالابر سبايرتري تراكت بتعملي ناروينج بالايرويز. بالتالي رح تقلل المسل اكتيفتي. وبعدين تسبب لي هيبوكسيا and apnea. بعدين obstructive sleep apnea. نكست بليز. هلا التونسيلر or adenoid hypertrophy. هلا لما يكون انا عندي hypertrophy بالتونسل or adenoid tonsils. رح هذا الانلارجمنت رح يعمل الايرويز. بالتالي رح يقلل يعني رح يعمل صعوبة بالتنفس. بالتالي اقل اير ممكن يدخل. بالتالي رح يسبب sleep problems. وبالتالي obstructive sleep apnea. نكست بليز. طالعات مكروكلوسيا. اللي هي condition بيكون عندي size of the tongue is enlarged. بممكن due to tumor او trauma. طبعا لنفس الميكانزم والآن سوف نأتي باستخدام ويأتي بأستخدام المشكلة أهلاً أفضل درجة أولاً أين نرى الأدلس المكروغلوسيا؟ أكرو ميغالي وهايبوثيروجيزم واميلويدوسيس أكرو ميغالي أكرو ميغالي حيبوثيروجيزم واميلويدوسيس نرى أن نرى عندهم أظهر كذا عن كونجنيتال بسيسس أو يعني أبنورمالي لارج تونسي دكتور نكتبتها بالهايبوثيرويدزم بس استنت أحكيها معها تفضل طبعا الأربعة الهايبوثيرويدزم الثيرويدات can be particularly important in how it affects sleep الpatients with hypothyroidism may be at a greater risk for developing obstructive apnea and due to multiple factors involving respiration such as a damage to the nerves or muscles involving in breathing in addition hypothyroidism contribute to obstructive sleep apnea through enrichment of the tongue اللي هي حكيناها قبل شوي الماكروغلوسيا or disruption of the muscles that control the upper airway الناس اللي عندهم فشل بخدة الدرقية عندهم greater risk for developing obstructive apnea لأنه يصير في trical compression رح يسبب لا رح يكون في compression على التريكيا من اللارويتر بالتالي رح يؤدي إلى صعوبة بالتنفس وobstruction بالأبر ايروي نيكست لما منربط الأشياء بعض نفهمها أكثر فاللارج تنغ whatever the cause بغض النظر إيش كان سبب الماكروغلوسيا منشوف عندهم مثلا بالسليب ستادي زي ما رح نشوف شو هي السليب ستادي كمان شوي أو البوليسونيغرافي منشوف عندهم إنه ما بيكون في عنده obstruction لما بيكون نايم على جنبه لكن لما يصير المريض نايم in supine position بيصير عنده obstruction السبب اللي هو إيش tongue retraction اللي بيصير الوزن تاعد tongue لما with weight it will go posteriorly and it will close the airways مشان هيك إذا بتذكروا ال-ACLS لما بقياه منتصر اللي راح تأخذوها بعدين بسنة سادسة لما تعمل first aid لمريض he is losing his consciousness فأول إشي بنعمله اللي هو pulling the mandible anterior اللي ليش مشان نسحب التنق انتيريير اللي مشان المريض ما بيحكوا لعيبة الفطبول ما يبلع لسانه ما يخنقوا لسانه لما يرجع لورة مع الرلاكسيشن اللي صار عنده اللي هي اللي هي تفضل لقدره طب دكتورة كنت بدي أحكي معلومة انو الابستركتال سليب أبنيا بتصير بالناس اللي عندهم prolonged or severe hypothyroid أو entreat يعني انو مش مش عنده hypothyroid ممكن البصد كيف يمكن أن تسليب أبنياً كيف يمكن أن تسليب أبنياً يعني مضبوطة أيها بالضبط تمام خمسة هنا في غلط فرصم تفيت السبتم بالعربي أظن معناها انحراف الوتير اللي هو لما يكون السبتم يعني رايح على بهاي الحالة رح يصير عندي نزل أبس ورح يقل الأير اللي رح يدخل بالتالي سبب عندي مشاكل بالتنفذ ونهاية problems أنا خلصتك دكتور الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية دكتور تفضل أنا رواني صابيح أحكي عن الأثر ريسك فاكتور أول إشي الأكروميجلي أحكي الأكروميجلي أحكي الأكروميجلي أحكي الأكروميجلي أحكي الأكروميجلي تفضل أحكي الأكروميجلي أصدر أحكي الأكروميجلي تؤكد الفئراء والأسفل السحر يامرر الناس وزوات الأسفل و يتعلها أن الأسفل السحر تأcollapse والإعوانات والتنوبة فوهم الأسفل السحر بسبب الكثير من الأسفل السحر بإمكانك ستكلم أسفل السحر والحفل السحر هذا يتمثل إلى أسفل الساحرة ثم Uhm Patients with asthma are more prone to develop obstructive sleep apnea than general population This will cause nasal obstruction and heightened chance of airway collapsibility These two features are features of asthma and they increase the فخيرتك نحن med類كم من المتحسط 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 المغاوات ajuda Logicosteroids في اowitzمرft نفس مستحسط احسط لل consisted من العسية تقديم ошиб donations حضانون الت Guo الشيء يمتح بالطبع معناتعاثي لم lesson الجانب мужчاء بالمغالف جدية sleep apnea causes intermittent hypoxia and activates the sympathetic nervous system and this will increase blood pressure and the heart rate هيك خلصت البرتبعي دكتور اللي بتحكي لك عنه يعني high blood pressure it is most likely a result of obstructive sleep apnea uncontrolled blood pressure بس ما منقدر نحكي انه it is a cause of hypertension لكن cause of resistant hypertension of poorly controlled hypertension زي ما منحكي عن الديابيتس كمان شو السبب؟ السبب هال sympathetic innervation اللي صار طول الليلة وهو شغال فmore likely انه راح يحتاج المريض medications اكثر فمن الاشياء اللي منشوفها مريض انه عنده obstructive sleep apnea diabetes hypertension كان على 5 antihypertensive medications لما اخذ التريتمنت تعال obstructive sleep apnea صار هالها have controlled blood pressure with 2 or 3 medications antihypertensive medications مريض الديابيتك عن obstructive sleep apnea كان بحتاج meat unit insulin daily صار بحاجة 40 وخمسين بعد ما اخذ التريتمنت تعال obstructive sleep apnea لكن you can't call it a cause but association اكثر و you can't treat the hypertension or diabetes with treating obstructive sleep apnea you will control it better with treatment of obstructive sleep apnea تفضل لكم عطيك العافي دكتور رغت فاروق رح اكمل بالother risk factors هلا on average 12% of women experience sleep complaints as women age into their late 40s early 50s النمبر بيطلع عنا الـ 40% بانه بصير في عنا decrease by the productions بالهرمون estrogen و progesterone during perimenopause هلا estrogen و progesterone الهم دور انهم بيعملوا maintain للأفر airway muscle tone وkeeping it from collapsing بعض دور الهرمون الـ changes رح يعملوا sleep problems احضر بعدها اوكي family history 40% من اللي عانهم sleep apnea بيكون السبب inheritance الـ inherited pattern unclear الـ overall risk للfirst degree relatives بتوصل 50% بعدها اوكي smaller lower jaw لما يكون عند الواحد smaller lower jaw رح يصير للـ tongue fall backwards رح يعمل blockage للـ airway causing symptoms of obstructive sleep apnea next male gender هلا males رسبت ان يصير عندهم الـ sleep apnea من 2-3 مرات اكتر من الـ women والسبب هو الاختلاف بالـ fat distribution بالـ male رح يتركز اكتر بالـ trunk والـ head والـ neck وزي ما ذكرنا بالـ obesity رح يصير فيه عاننا accumulation من الـ fat cells حوالين الـ airways يعملوا لها narrowing therefore sleep apnea واخر اشي الـ diabetics رح يصير فيه عاننا neuropathy وهذا رح يأثر على central control refliration والـ upper airway reflexes رح يصير لهم affected ورح يصير عاننا obstructive sleep apnea وهيك انا بخلص تعطيكم العافية اسمي دانا حرز الله بدي احكي عن complications اول شي بصير عند الـ patient day time fatigue and sleepiness people with obstructive sleep apnea بالعادة they don't have enough sleep at night فهذا بيخلي عندهم شوية مشاكل مثل drowsiness fatigue sleepiness بيأدي لـ severe complications اخرى مثل difficultly concentrating and falling asleep at work school بسبب they are unable to focus risk of motor accidents هلأ بالعادة obstructive sleep apnea patients يكون عندهم الرسك انه يصير عندهم motor vehicle accidents اثنين ونص ضعف الناس اللي ما عندهم مشاكل بشكل عام poor sleep leads to increase appetite and obesity هلأ كيف بصير الـ appetite increased appetite بصير عنا hormonal changes فبصير legrillin hormone بزيد واللبton hormone بقل next slide please مو هاد اللي بعض رح نرجع له هاد اوكي philmonary hypertension هلأ بصير عندهم chronic hypoxemia and development of corporal منال كيف بصير هاد الاشي بصير عنا frequent drops in oxygen levels during sleep فبصير recurrent pauses in breathing during sleep وهذا بيؤدي global respiratory insufficiency metabolic syndrome complications هلأ metabolic syndrome بتشمل insulin resistance syndrome وهي عبارة بتأدي لمجموعة عمل مشاكل زي obesity glucose intolerance dysleptemia hypertension رح نحكي بالتفصيل عنهم ب party dm والhyper tension هلأ complications with medications and surgery بشكل بشكل عام بشكل عام بشمل 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 بالإضافة لعننا البنزو دايزبين باربيتوريت أوبيات والأنتي برضو أمثلة على بالإضافة بالنسبة للسيجري كيف بتصير إنه أي حد بدي عمل سيجري من هذول البشي لازم يحكي للدكتور تابعه إنه عنده obstructive sleep apnea لأنه sedatives بالأنستيزيا لما الpatients يفوت على major surgery لما ينام يصير subpine position بصير عنده decrease in breathing pattern فهذا بصير إلى complications بعد العملية بشكل عام Next slide please برضو اللي بعده okay poor control dm and hypertension الhypertension كيف بصير بصير عنا apocytic produce changes in systolic and diastolic pressure مثل ما حكوا بالبات فسيوليجي فرح يزيد الpressure during sleeping and at night بالنسبة لد dm رح سير عنا increase in carbon dioxide in the patient blood during sleeping because of breathing patterns بعد رح يقلل O2 رح زيد CO2 فرح يعمل insulin resistance وهذا الاشي بطل يطلع insulin بسببه فبزيد glucoz levels in blood أنا الهون خلصت هلا قدر فرح شعب complications izi down هلا CVS problems obstructive sleep apnea has been associated with many different forms of coronary vascular disease due to sudden drop in blood oxygen include hypertension stroke a heart failure a coronary artery disease atrial fibrillation adult with obstructive sleep apnea not only have increased risk developing comorbid coronary vascular disease but also have worse outcome related to coronary vascular disease now keep it as simply cameli ischemic heart disease frequent drop in blood oxygen level during sleep cause damage the blood vessels that supply the heart also each time a blood drop oxygen till the heart will compensate and beat faster that increase the blood pressure stress on the heart from severe obstructive sleep apnea can also cause the heart to get enlarged also cardiovascular increase risk of developing vascular dementia increase risk of polycythemia حلا مش cardiovascular الي هو سببلي aerofagia when swallow a lot of air it occur when air from continuous positive airway pressure enter the esophagus and go into belly rather than airway into lungs يعني هو بدل ما يدخل على اللنك بيروح يدخل على زم يدخل على الرجار غير صفوصة عبر النظام الأرض الحجز يا الثخر باكذب أر�一ية ل morality في عدware Psychological歷 SELP helped enhance chicos على الأمر مستوى أرد as the pressure increases to open the airway due to complete or partial upper airway block. ممكن سبب لي تمبنك Next Come on, next Okay ممكن سبب لي تمبنك رابتشار مبراين بس هاي رأي People with obstructive sleep apnea also have eye problems memory problems, mood swings or depression and the need to urinate frequently at night. أنا خلصت هك جزئتي السلام عليكم أنا سلمان عبابني and I will talk about the diagnosis of obstructive sleep apnea First of all, I will talk about screening for asymptomatic populations. سلمان أقاطعك شوي سلمان سلمان بده أحكي إنه هسا إحنا مريض أخذنا منه We think that he might have obstructive sleep apnea زي لما كنا نحكي عن المريض أنه يمكن أكون عنده DVT أو PE أعمله D-Dimer، أعمله CT, NGO، أعمله Ultrasound أشوف شو في عنده فما بروح على المور تست قبل ما أفكر بالموضوع بشغلة اسمها شو الاحتمالية إنها عالية أو يعني هاي بروبابلتي أو لو بروبابلتي قبل ما أروح على المور تست اللي بنحاول ما نعمله إلا لما نكون على يعني هاي بروبابلتي هلأ سنوار بدي أحكي كيف نعمله كيف نفكر المريض طيب أنا لا نفكر فيه صح ولا لا إنه he might have obstructive sleep apnea نعم دكتور حكينا إنه screening for asymptomatic populations يعني إحنا شكين أصلا يعني مش متأكدين إنه المريض عنده obstructive sleep apnea or not screening patients for OSA starts with a good sleep history to identify symptoms risk factors and comorbid conditions as well as a physical examination we will do an upper airway examination also the epworth sleepness scale and stop bang questionnaire they are brief effective screening tools that can inform the need for further testing ناكس عبد الله هسا راح نحكي عن the epworth sleepness scale is why they use in the field of sleep medicine عبابني بس the epworth sleepness scale نحط ببالنا شغله عن شو بحكي بحكي عن symptom واحد من السمطوم الكثيرة تعادل obstructive sleep apnea لكن وهذا السمطوم اللي مور كومول لأنه مريضك يجي يشكي منه اللي هو increase day time sleepiness بيجي بيقول لك أنا بنهار بشغل بنام على إشارة الحمرة بنام لما بستنى أدفع الفاتورة بنام increase day time sleepiness how severe it is مين بيقول لك أنه how severe it is l'epworth sleepness scale لكن حط ببالنا هو بحكي بس عن سمطوم واحد ما بحكي عن الأشياء الثانية كما تفضل نعم this scale is widely used in the field of sleep medicine as a subjective measure of patient sleepiness in this test we have eight situations زي ما احنا شايفين بالتابل على اليمين في عنا eight situations مثلا أول situation اللي هو sitting and reading we will ask the patient how likely are you to doze off or fall asleep during this situation مش رح نقرأهم كلهم سلمان ولا مطلوب منك تكون حافظهم بس إنه هاي examples of day time sleepiness وبحكينا قداش عنا severe excessive day time sleepiness moderate day time excessive day time sleepiness mild وكل ما كانت الأرقام أكبر كل ما كان the likelihood of having sleep problem which is more commonly and obstructive sleep apnea كل ما كان probability أكثر اللي بعده أيوة دكتور نكست عبد الله وهسا كمان رح نحكي عن stop bank questionnaire is a set of questions we have eight questions also we will ask them to patient to the patient to see if he is at risk of obstructive sleep apnea stop bank score stop bank score جديد يعني لسه مش جديد يعني بس بعد sleep اللي كويس فيه يعني it's a good tool بصراحة يعني لكن اللي كويس فيه إنه بس ما بحكي بس عن symptom واحد بحكي عن عمر مريضة كداش how obese he is كداش BMI وكداش نكسر كنفرنس إذا بدأ نشبه كيف لما كنا نحكي عن the risk factors بحكي عن significant risk factors مو عن risk factors كلهم والس score تاعة DVT والPE نفس المبدأ مش هنقول لك this is high probability patient تمام فهي الكوشنير مسأل عن if the patient snore loudly if he get tired if anyone observed him stop breathing during the sleep اللي هي حكينا أكثر اللي هي witnessed apneas اللي هي أكثر واحدة specific للobstructive sleep apnea مو snoring لحاله كمان في عنا witnessed apneas yes and high blood pressure if the patient has BMI I'm more than 35 also we'll ask about the patient age the next circumference if it is more than 15.75 this means the patient is at risk and the patient gender male gender is most likely to have OSA now it is important to know that diagnosis of obstructive sleep apnea requires sleep studies and should not be made based on clinical tools or questionnaires alone يعني هسا بنسبة stop bank questionnaire او حتى sleep ness scale وما بس يعني كتشخيص مبدئي وما مش definitive diagnosis بالضبط زي بس مشان المثال هاد بحبه انا مشان نفهم كل اشياء مع بعض بناء على كنا نقدر نحلف يمين انه عندك DVT او لا بدون ultrasound ما كنا بس يعني الاحتمال كان كثير عالي وهو نفس الاشي اذا عندك stop bank score او questionnaire عالي او high طيب فوالله وارد جدا انه عندك obstructive sleep apnea لكن without sleep study او اسمها الثاني polysonography طيب without polysonography or sleep study ما بتقدر تتأكد انه مريضك عنده obstructive sleep apnea نعم نكس عبد الله sleep studies so what are sleep studies and what are the uses of it طبعا they are required to confirm the diagnosis زي ما حكينا and determine the severity of OSA it is indicated in all patients with excessive daytime sleepiness and at least two of the following اللي هم loud snoring witness choking gas spring or apnea during sleep وdiagnosis of hypertension إذا عنا اثنين من هذول الثلاث سمتم ف it is an indication for doing a sleep study and consider sleep studies in patients with comorbidities including complications of obstructive sleep apnea and risk factors for it يعطيك شكرا أنا هك خلصت جزئي دكتور نفتح بسميتك جديد عشان الوقت اللي يطلب الاندكيشنز يلي بتخلينا نطلب هذا الفحص ان يكون الفيشن عنده سيدريفيكان كارديو باسكوري او ان يكون عنده كيف بنعمل هذا الفحص نكست عبدالله بنعمل من خلال نعملهم تابعة بالبودي بارت منهم مثلا الارفلو سنسور يللي بنحط باللو نوز وبيحسب الارموفين وفي هنا كمان بانت بنحط على الابدومن والتشست وبتعمل ميجرين هذا البانت تساعدنا تدستيقش بين central sleep apnea والobstructive sleep apnea في عنا كمان بنحط على اسبع المريض pulse oximeter probe بحسب لي oxygen saturation وكمان بنحط منحط microphone وفي عنا كمان الكتروتز بنحط على الهد لحتى نعرف اذا الفيشن awake أو sleep واذا بأي ستيج من السليب هو هو عم بيمر في كمان سنسورز بحكولك عن position تاعم المريض اذا كان supine أو lateral decubitus position كيف نايم على ظهره على جنبه مشان نعرف انه is it associated with certain position it might give you some ideas about how to manage your patient هو بصراحة بس مشان نعرف عن البوليسونيغرافي في له اكثر من لفل يعني في اشياء كثير sophisticated sleep lab بيكون في كاميرا بيكون في لكل الاشياء اللي حكيتيها لللمب موفمنت اذا المريض مثلا عنده بريوديك لمب موفمنت اذا عنده رستلس لك سندروم كله بيبين عليه فيه اشياء as simple as it is a kit you buy it on amazon وبتشبكيها على الابليكيشن على التليفون وبعطيك simple measurements للأوتوسات مثلا او للposition وللأبني يعني فاله اكثر من لفل وان وثو وثري لكن احنا اللي بنحكي عنه اللي هو more sophisticated test اللي هو اللي عليه كل البروب والالكترويد اللي بتعمل عليهم monitoring to get the proper diagnosis to confirm obstructive sleep apnea and sometimes you find something else other than obstructive sleep apnea عملنا كل هالمشاكل اللي كنا نحكي عنها زي ما حكت الدكتور روم كني طلع معنا بالأخير إنه my patient is having a central sleep apnea ما بصير عنده air flow cization إلا أو بصير عنده air flow cization أو air flow in the upper airways ف it will differentiate between obstructive central among other things like restless link syndrome كل مريض بضل يجي زي jerky movements لما ينام ما بعرف عنهم ما بحكي ما بعطاك هم برو بالهستوري لكن ها jerky movement هي السباب اللي بتخلي نومه fragmented sleep وعمل له كل السمتوم اللي كنا نفكرين إنه عنده obstructive sleep apnea تفضل تمام هذا كمان ال PSG بعمل ل E E G حتى نعمل monitor brain function وال E M G حتى نعمل monitor activity وال E O G بتعمل measure eye movement during sleep من خلال إنها بنحطوا electrodes على face وتحسب لي voltage difference between them وكمان بعمل record ECG بحتى عارف heart rhythm during sleep تمام هلأ هاي الصورة هي عبارة عن poly stomnogram وأنا عاملة highlight عليها إنه هلأ هو فيه مرتب curves في عنا مثلا curve الصنور اللي بصير مثلا نايزل فلو مثلا متى بصير في breathing متى بصير عندي apnea ومتى برجع breathing مرة ثانية وفي عندي تحت abdomen ثانية نايزل ثانية تحت عبدالله نايزل الثانية عدد عادة الفحص PCG نحن نقوم خلاله حددنا إذا patient لديه apnea او لا بس أنا لحتى أعمل assessment لصفر بحص أو 2 index بعملهم لحتى أعمل assessment لصفر هم AHI و RDI الAHI اللي هو المست كمال يوز حتى عملو يزن بريف لي بس أنا هلا رح أشرحه أكتر الAHI هو الapnea hypoapnea index هي it's the average number of combined apneas and hypoapneas per hour شو هي الapnea الapnea هي complete cessation of air flow أو obstruction بيكون مدته 10 seconds أو أكتر الhypoapnea هي partial apnea events كيف يعني كيف منعرفها بإنه بكون عند المريض reduction بالair flow نسب أو 30 بالمية أو reduction بال oxygen saturation 3 بالمية أو أكتر يعني وبتم حسابه خلال 10 ثواني كما والدuration more than 10 seconds apnea hypopnea يعني 10 seconds of complete or partial reduction of air flow in the upper air ways الريرة اللي حكي عنه كمان يزن يعني مشار نحسب الRDI الريرة اللي هو ما وصل 10 seconds أو it is not fulfilling the upper mentioned criteria the above mentioned criteria لكن followed by awakeness followed by hypoxia followed by tachycardia فيه إشي خربط المريض حتى لو ما وصل 10 ثواني فهاي بنحسب هاللي بيسموها الريرة اللي هو related event يعني هالrelated event بنحسب إشي بعطينا رقم بالعادة أعلى اللي هو الRDI الRDI بالعادة ما بنستعمله خلينا للتستك with apnea hypopnea عندك من اسمه هو كم apnea hypopnea صار عندك in average over one hour بالليلة اللي رحت اللي صار فيها ال polycyonography تفضلي أي وقا فمثلا AHI score إذا كان 21 يعني المريض عنده 21 spiratory events per hour هلأ إذا كان AHI أقل من 5 per hour بنعرف إنه severity non أو يعني minimal إذا كان AHI 5 بس أقل من 13 per hour moderate بتكون بين 15 و 30 per hour السبير 30 per hour next عبدالله لو سمعت هلأ الRDI زي ما حكى الدكتور هي numeric index which helps to define the degree of apnea كمان هي assessment of severity كيف تم حسابها من خلع نحسب apnea number of apnea events per hour مع number of apnea events بس كمان هو من ضيف عليها يعني فارغ عن AHI إنه من ضيف عليها ال RERA وهي تعمل تعمل لكالكوليشن لنمبر of abnormal breathing events per hour of sleep يعني قريبا نفس ال apnea AHI بالنسبة لل severity تابعها إذا كان أقل من 5 فهو يكون عندي normal إذا كان عندي بين 5 إلى 15 events per hour يعني أنه يكون mild ويكون moderate إذا كان بين 15 إلى 30 events per hour ويكون severe إذا كان أكثر من 30 events per hour أنا هاك كملت ال diagnosis وهلأ رح يبدأ زمرائي يكمل بالtreatment السلام عليكم أنا حنين بن يونس رح أبلش بجزئية التreatment طبعا التreatment of OSA تعتمد مالي على severity of this disease كيف أقدر أحدد السيفير بناء على scales والscores والإندكس التي كنا قبل شوي طبعا whatever the patient is driver worker student أو أي تأثير على daily activity بشكل عام الآن رح أبلش طبعا حسب severity للpatient أو للcase أنا باج أعطي مثل معينة فمثلا للmild cases أنا رح أبلش أعطي زي basics معينة يعمل إياها بالهدف منها اللي هي avoid from modifiable factors that increase the risk of OSA رح مجل 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 كيس زي شو مجل كيس كيف عرفت أنه مجل مجل according to apnea hypopnea index يعني الرقم less than 5 طبعا ممكن أن المرض يستفيد عليها بدون من نلجأ مثلا للسيرجري أو لأ أهم الوحد اللي هي إذا كان الpatient overweight he has to lose weight لأن حكي أن الأوبوزيت بحد ذات هي strongest risk factor هي والcomplications تبعتها زي الديام والhypertension واللي بيساهم بتكوين الأوس ثاني إشي الإكسرسيز برضو بتساعد في loss of weight إذا 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 ي إذا المرض ي إذا ي المرض لأن بحد بحد يعمل لي inflammation بال airways linings and narrowing وبالتالي يصبح صعوبة في التنفس try to not to sleep on your back زي ما حكي الدكتور عشان ما يصبح عندي tongue retraction وبالتالي يعمل obstruction بال airway خمس إشي إنه يحاول يلجأ الnazal decongestant أو allergic medications ممكن إنها تساعد إنه تتحسن حالته وزي ما حكو زمال إي anti-anxiety أو unsleeping pills نحاول نبتعد عنها عشان إنه ما تزيد عنده هاي الحالة next yes إذا الpatient مش على غير خطوات وحس إنه تحسن يعني منيح إذا ما تحسن أو إذا كانت حالته مش مالد moderate to severe زي ما حكو الدكتور بين على الانديكس رح نبدأ نلجأ لميذة ثانيات زي positive airway pressure therapy by using certain devices وإذا ما نفعت آخر شي ممكن نلجأ للسيرجري next رجع للسلايد اللي قبله بالله على السلايد اللي قبله بس نفهم هون شغلة هالأيام هو C-PAP شو C-PAP بعمل continuous positive airway pressure زي لما تكون عندك pipe water pipe والflow عندك مش عالي لكن شغل ماتور الماء يفتح و بصير الflow كويس فالC-PAP اللي صورته المفروض كلكم بتعرفو ايش هو هو بيعطيك بس pressure ما بيعطيك oxygenation يعني ما بيعطيك concentration of oxygen اكثر من النورمل هو بجيب الروم air لكن بيعطيك اياه انت بpressure اعلى ماشي هاي مبدأ C-PAP هلأ اللي عليه evidence لحد هسه اكثر اشي هو C-PAP لكن في اشياء كثير جربوها وحكوا عنها راح يحكوا عنها كمان الشباب بالسلايدات هون لكن ما بتقدر تقول انه يركوم them for all patients بس لسلكت patients من المسلكت patients اللي هم اللي عندهم anatomical abnormalities to correct these abnormal anomalies اذا بتعملها correction يمكن تضبط الامور مثلا مريض عنده large uvula عمر 60 سنة وعند large uvula for some reason وصارت redundant with progression with age فيمكن اذا عملنا له some sort of surgery راح حكي عنها كمان شوي to relieve this obstruction في اشياء شوي advanced لسه ما بحكوا عنها في عليها cases وresearch لكن ما راح تشوفوها بالتكست بوكس زي مثلا يعملوا epiglotus fixation اذا كان cause of the obstruction هو من epiglotus ف epiglotus fixation اذا كان يعني in selected patients مو لأي حدا نجرب انفوتوا على major surgery يمكن ما يستفيد منها او على اغلب ما راح يستفيد منها الا اذا كانت عندك الاناتومي كال abnormality كبير obvious ومبين انه this is the cause of obstruction فنحط قبالنا احنا دايما بنحكي عن c-pap لكن in selected patients you can correct the abnormal anomaly surgically to get some benefit from it تفضلي دكتور طبعا next طبعا نبدأ باول واحد اللي هي post of airway pressure therapy هي بتكون زي machine هاي machine بتحاول انها توصل زي ما حكيت الدكتور اللي هو air pressure slightly increased يعني pressure بيكون اعلى شوية من surrounding air بتكون على شكل device وهذا device موصل ب peace أو mask بنحط على nose أو nose مع مع بعض while the patient is sleeping حسا في الها three types يعني من هدا اللي بدرت أجيبهم أول وأهم نوع اللي هي السيبة تعتبر حكينا اللي هي most consistently successful and most commonly used method for treating OSA حسا by this treatment the pressure of air breath is continuous constant and some و زي ما حكينا بيكون pressure هذا air شوية أعلى من pressure surrounding المحيط بالpatient الهدف منه إنه يعني تتوفر الموجود عندي وبالتالي ويقدر الpatient يتنفس بسهولة next شو الفوائد من هذا من هذا تفيد ني بالnight يعني تحاول تخفيف night symptoms وبرضه بالdayly symptoms مثلا بقليلي respirator events that occur during sleep بتقليلي daytime sleepness والx sleepness اللي بيصير عندي وبالتالي افن شو اللي رح سوف عندي improvement ل quality of life طبعا السيبة ممكن أنه يعني البرش اللي بيكون موجود فيه ممكن يكون نفس كمية البرش ربين عطا دايما أو أنه بيكون فيه variable يهو كيف يكون auto to rating فبيصير في عندي زي auto adjustment للبرش حسب حالة المريض فإذا كان المريض بتزيد عند الresistant مش مطلوبة منكو هاي التفاصيل وست مش غلط لقرفناها يعني it make sense في اشي اسمه c-pap واشي اسمه sleeping supine فهو بحاجة لبرش 15 لكن بعدين المريض لما نام على جنبه كمان ساعتين ما في داعي لبرش 15 يضايق المريض ويعمل له dryness ويعمل هاي فبينزل الجهاز لحال بالبرش لعشرة مثلا سنتيمتر لما يكون المريض lying supine مدام أنه عنده good flow لما يرجع ينام على ظهره بصير فيه شوية obstruction بصير فيه resistance اكثر بقلي flow في الجهاز لحاله بيرجع بيرفع ل 15 فحسب position تاع المريض المسل تاع المريض ممكن أن المريض يعمل auto titration معايرة ذاتية يعني لحاله أنه يرفع وينزل حسب كيف position أو air flow تاع المريض لكن بشكل عام كله سيباب بالاخير هو static pressure flat pressure طبع نكست من مساوى السيباب أنه patient لا يشعر أنه مرتاح فبصير يحس أنه الماسك ليس comfortable بالنسبة له ممكن أنه حتى لا يتقبل أن يضع على حاله نايم أو ممكن أنه يحس بالاختناق أشياء ثانية ممكن تصير نيزل congestion ويصير في عندي dryness بالثرة and nose طبعا بسبب هاي الانتقادات التي صارت على هذه الجهاز فصار في عندي adjustment أو تعديلات على size و shape هذا الجهاز بحيث أنه يخليلي comfort المريض أكثر ثاني تايب اللي هو positive airway pressure تعتبر تايب ثاني بتعطيني preset amount of pressure when you breathe in and different amount of pressure when you breathe out هاي سألنحتي كيف نايم يعني inspiratory pressure و expiratory pressure اللي هم ممكننا استعملهم بالICU معالميا المرضى COPD اللي كان عفنتور مبارح ومش ماشي أمورهم فاليوم بده باي باب ليش حكينا في لتو pressure مشان نمسك من ال respiratory drive نخلي يعمل respiratory rate اللي احنا بدنا اياه مو على كيف هون المريضة على أغلب المرضى اللي بيحتاج باي باب بيكونوا اللي هم اللي عندهم obesity hypoventilation with obstructive sleep apnea أو مريض عنده COPD with obstructive sleep apnea يعني في عنده CO2 retention فبدنا نسحب هالCO2 فمنستطر نستعمل باي باب تمام لما الفيشنط ما يكون قادر انه يعمل انه توليريت لا الهو اللي بيطلع نفس البرشور الهو اللي بيدخله فأنا ببلش أعطي انه هذا الجهاز بحيث يكون الهو الطالع البرشور تختلف عن الهو اللي داخل اللي هو بحكي انه hard to breathe out against the positive air pressure فوقتها بيبلش انه الدكتور يعطي هذا يعني يوصف هذا الجهاز طبعا البيباب بسر يعمل انه adjustment لحاله زي ما حكينا الهيب بيكون عندي أثناء الinspiration بيكون في عندي high pressure حكينا تovercome الكولابس وأثناء الexpiration بيكون في عندي low pressure فهذا بنسميه dual pressure system ثنائي بساعد الباشن انه يحس حاله مرتاح أكثر بحيث انه ما يصير يطلع positive air pressure against هاي المشين اللي موجودة طبعا هون مكتوب انه التأمين مش دائما بيقدر يوفر هذا ولكن ممكن انه ينصرف للباشن إذا الدكتور يحس انه لازم ينصرف له خاص نص إذا كان تولير without k-pops next ثالث اشي والأخير اللي هي mouse piece أو oral device برضو positive air pressure وتعتبر effective احنا منستخدمها في حالات كانت mild لمدرات obstructive sleep أبني أو في حالات السبير لما ما يكون قادر يعمل تولير مع sleep برضو نفس الفوائد لل devices الثاني انها تقليلي excess sleep during day time وبالتالي تحسلي quality of life next زي ما حكت الدكتور قبل شوي انه هاي devices ممكن انها تحسلي الاشياء الاناملز الموجودة فاحنا منحطها بحيث انه تعملي bringing لل lower jaw للفك السوف لتخليه لقدام وات تعمل برضو adjustment لل position التنك وبالتالي بحاول خليلي ال airway open ودخول الهواء اسهل بكثير ويعطيك العافية دكتور خلص يعطيكم العافية انا زميلكم محمد خلد شكرا ححكي معكم بجزئي surgical treatment حسب البداية قبل انبلش بال procedure بالنسبة surgical treatment نحكي شوي عن متى نلجأ surgical treatment حسا surgical treatment بالنسبة للاطفال هو first line option بعلاج obstructive sleep apnea لكن بالأدلت بعتبرو يعني معظم المراجئ بعتبرو last option طبعا ليه بعتبرو last option لانه بعد شوي لما نبلش ناخذ بل procedures رح نحكي عن success rate لكل وحدة والcomplication تبعيتها فلما بنحسب benefit risk ratio رح نلاقي انه قليلة فعشان هيك بالأدلت سنعتبرها last line أو last option حسا انسيلكت patients يعني إذا كان المريض ومبين أنه عنده اليوفيو لهذه المشكلة فyou can help بالضبط انا لسه بدأت عن السيارجيكال كانديد اللي هما children أو adult intolerant للسباب أو بحالات الادلت مع نتيجة تونسيلر هايبرتروفي أو ماكرو لوسيا أو أدلت مع نتيجة أناتميكال فيتر بروبر سيباب مسك فيت يعني ان سيليكت بيش 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 لذلك ما بنجأ لها كفيرس لين أو فيرس أوبش حس نحكي عن البروستجر طبعا البروستجر سكثار لكن هون احنا ذكرنا المست كومون يعني اللي هما أوفيول أوفرنجي بلستي اللي أوفرنجي أوفرنجي بلستي جين أوفرنجي رأى السلائج اللي بعد أوكي نكس نبدأ بالأوفيولوبالاتوفرنجيبلاستي اللي هي المسكومي البريسيجور وهي الفيرسطلان تريتمان للريتروبالات الكولابس الساكسسريات 20-50% طبعاً هذه البريسيجور دفعي لسيرجيكيلي اكسيز التونسيل ومشاركة صفحة بلات ومشاركة التونسيل بلات بلات طبعاً نفهمنا من نطلع على الصور اللي قدامنا الاثنين اللي على الشمال بتبين لي قبل العملية رح نلاقي انه في عندي أنا large tonsils وفي عندي long ovula وفي عندي narrow arch behind the tonsils فهي عملتي narrowing لل airway بعد العملية احنا عملنا folding لل ovula وعملناها suture وعملنا tonsils يعني شلنا tonsils removing the tonsils فرح نلاحظ انه airway صار لها widening توسعت اكتر فصار عندي better airway flow طبعاً الكمليكيشن لهاي البروسيجرز بالبداية ممكن يكون صار عندي persistant dysphagia persistant dryness nasopharyngeal foreign body sensation nasal regurgitation and hypernasal speech next هسا نحكي عن tongue reduction في عندي two major procedures بالنسبة لل tongue reduction بالناس الليكون عندهم macroglossia او انه التونج حجم كبير عامل narrowing لل airway طبعاً اول procedure هي lingual tone select tuning احنا زي ما بنعرف انه back of the tongue بيحتوى على lymphoid tissue هاي lymphoid tissue اذا صار لها enlarged رح تقلل ال air flow فبهاي ال procedure انا بعمل removal لل tongue based tissue فبالتالي بزيد ال airway capacity بالarea behind the tongue طبعاً الساكسس ريت لهاي ال procedure ب children 60 to 80 percent بال adult 65 percent بالنسبة لل complication after surgery بين postoperative bleeding nausea vomiting and infection next the second one is genoglossus advancement genoglossus هي المصل اللي بتكون اتاج اللي عام لي اتاج بين التنج والlower jaw طبعاً بهاي ال procedure انا بعمل بحكي لك surgical procedure where the tongue muscle اللي حكي عنها genoglossus that is attached to the lower jaw is pulled forward making the tongue firmer and less collapsing during sleep in this procedure بعمل انا small window of bone is made in the lower jaw and piece of bone along with the attachment of the tongue is pulled forward and fixed by small screw or plate in the external bone surface طبعاً هاي الprocedure بتشبه الprocedure اللي حنا بنعرفها اللي اسمها jaw thrust maneuver اللي هي بنعملها بحالات cardiopulmonary resuscitation تقريباً هما similar ونفس الباثوية او نفس الالية طبعاً طبعاً هاي genoglossus advancement في حالات contraindicated اني اعملها فيها بحالات الاولى اللي هي يكون عندي مربض obese patient او patient with abnormal mandible development or patient with severe obstructive sleep apnea زي ما حكينا انه تكون عندي الAHI above 30 هذول حالات not indicated اني عملهم genoglossus advancement انا هيك خلاص الدكتور جزئيتي ويعطيك العافية الله عطيك العافية يعطيك العافية دكتور انا محمد بلحم بدي اكمل عن جزء treatment surgical treatment بنحكي شوي عن trichostomy اللي هو بيجي بالsevere apnea وآخر choice اذا كان surgery won't work طبعاً بعد conservative treatments لأنه لها اكثر من complications trichostomy almost always cures sleep apnea الرزق اللي حكينا عنها or complications بعد trichostomy بيعمل scar tissue forming at the opening this can affect how your neck looks يعني كمنظر ممكن ينزعج منه المريض لما يكون في فتحة غير هيك انه ممكن يصير في عنده مشاكل بالحكي having a hard time speaking bleeding and infection at the site as a complication of the surgery increased risk of lung infections emotional problems such as depression اللي هو عندما يكون في scar أو ما بتقدر مثلا تحكي بسرع عنده depression بعد التك next سمحت برضو في عندك surgical methods اللي هو maxillofacial elements اللي هو من أمثل عليهم mandibular advancement maxillofacial maxillomandibular advanced with or without advancement genioblasty genial tubercle advancement with or without hyoid suspicion advancement genioblasty هاي الprocedures كلهم عشان تفتح الairways زي مثلا mandibular advancement انه نقدم الماندبل تزيد الجولاين وبفتح الairways كلهم زمحت next فيهون genial tubercle advancement for advancing the tongue forward without changing lower facial aesthetics or the dental occlusions the advancement of the central block of bone below the mandibular incisor effectively advances the attachment of geniogosis and genio hyoid muscles which brings both of the tongue and hyoid bone forward تقدم hyoid bone and tongue forward لتفتح airways لتسهل المريض بس هذه برضو advanced next to myotomy and suspicion هذه procedure لا تعمل إلا مع procedure ثانية لا تعمل لحالها لها complication أن dysphagia بعد procedure تكون طبعا هي advances hyoid bone anteriorly and inferiorly advances epiglotus and base of the tongue وزي ما حكينا ممكن صير عندك dysphagia بعد هذه procedure مع procedure ثانية وهيك خلاص دكتور البارت بي السلام عليكم يعطيك العافية أنا محمود عمر وأخيرا إيجا دوري هتكلم عن history وال physical examination أول إش بيتكلم عليه إنه لما يجي patient على clinic بدنا نأخذ منه full history شو بهمنا أول إش بهمنا أول إش الإيج الإيج طبعا نعرف إنه كل ما يزيد العمر كل ما تزيد احتمالية الإصابة بالأبسترات كتب sleep apnea الجندر طبعا بهمنا الميل مور سيستيبل والفيميل أفتر منوبوز طبعا الإيج بهمنا طبعا إذا كان patient under stress الشغل فيه stress أو بتعرض ل pollutions بيكون مور سيستيبل طبعا مثلا بيكون أستاذ مدرسة طيار طبيب خصوصا لو طبيب باطني بيكون under stress ethnicity طبعا البلاك الإيج بهمنا نأخذ السمتم كلها وبهمنا قبل ما نأخذ السمتم من المريض يكون مع زوجته أو الزوج تبعها excess of daytime sleepness أو loud snoring أو بيجي بحكي لك أنه أنا عندي صداع بس مش عارف إش سبب بحكي لك أنه أنا عندي ارتفاع بالضغط mood changes بحكي لك أنا بيضل عندي depression أو anxiety decrease libido بيكون عندهم مش قادر يركز بمهام اليومية أو بيضله نايم بيكون عنده dry mouth أو throat بيهمنا كمان نعرف في medical history إذا كان patient مثلا عنده مثلا hypothyroidism أو أي مشاكل أو psychological disorders مثلا بيهمنا ناخذ drug history نفس ما حكي زميلي أنه sedatives أو الانالجيزيك ممكن أنه تأثر على المريض وتزيد susceptibility تابعته بيهمنا social history بيهمنا إذا كان smoker أو non smoker بيهمنا إذا كان alcoholic أو non alcoholic بيهمنا كمان family history طبعا الجينات لأنه بتلعب دور next بالفيزيك بيهمنا كمان نشوف أول إشي إذا كان patient أوبيز أو لا والأوبيزيتي بحسب المصادر في مصدرين في مصادر بتحكي إنه إذا كان BMI أكثر من 28 وفي مصادر بتحكي إذا BMI أكثر من 30 ولكن رح نختصر ونحكي ها فوق 30 الـ vital signs طبعا أي مريض بيجي إنا بأي مرض بأي إشي لازم ناخد منه 5 vital signs اللي هو البلس طبعا بيكون مريض الأوبستركتف سليب آتنيا بيكون عنده بريدي كادي وبيكون تاكيبنك بيكون عنده elevated blood pressure وبيكون الأكسجن saturation تبعه قليل ولكن التمبرتشر هل بتكون سوري الكلمة مكتوبة غلا التمبرتشر هل بتتأثر غالبا لا إلا إذا كان طفل صغير عنده تونسيلايتس أو إشي زي هيك ونسوي له obstruction بالphysical examination بدنا برضو نكمل ونشوف نزل كافتي بدنا نطلع لأن في المريض نشوف إذا في عنده نزل ديفيشن إذا عنده بوليبس بدنا نرجع نطلع كمان على الأورال كافتي بدنا نشوف الأورال كافتي إذا عنده ماكروغلوسيا ومثل محاكو زملائي الهايبوثيرويدزم الأكروميجالي بتسوي ماكروغلوسيا وبالأطفال داون سندروم طبعا بدنا ننساب سوي برضو ماكروغلوسيا بهمنا كمان نشوف الأدينويد إذا في عنده الأدينويد منتفخب بهمنا نشوف إذا عنده الصوف بلد تبعه مرتخي شوي هاي كلها أشياء ممكن تأدي لأوبستركتف سليب أبنية بهمنا كمان نشوف النكسير كونفرنس النكسير كونفرنس طبعا بفرج من الميل للفيميل إذا زاد عند الفيميل عن 40 سنتيمتر فهون بيكون فيه احتمالية إنه هذا سبب من الأسباب للأوبستركتف سليب أبنية الميل إذا زاد عن 43 سنتيمتر نكسير طبعا عنا ديفرنشال ديجنوز كثير للموضوح هاي لهاي السمتمس كلها منها الأوبستركتف سليب أبنية منه الأبر ايروي رزيستنس سنروم الناركوليبسي نيوروماسكولر ميتابوليك أبنورماليتي مثل هاي بفيرويدز و سيكولوجيك أبنورماليتي مثل ديبريشن أو انيزيتي كمان طيب شو المور كومن المور كومن بالديفرنشال ديجنوز سليب أبنية لكني عبدالله عبدالله اللي بحكي صح؟ لا أنا محمود عمر محمود عمر أش اللي بميز بينهم وبين الأشياء الفانية سليب سطدي مشان هك حكينا الهيستوري اللي هو أهم الفيزيكال اكزام بالوبستركتب سليب أبنيا الهيستوري هو اللي بيخلي كون في عندك سبيشن كثير لكن لازم تعمل أش سليب سطدي أو ماشي ضل في اشيها كله خلاص لا شكرا لكم طيب بس محمد عمر محمود عمر محمود عمر النسائي والتوليد بصيرش عندهم سترس يعني بصير عندهم بس البولمونولوجست بصير عندهم أكثر دكتور مين قل لك دكتور عناي مركزة وكعاب وارهاب لا ما قلناش مركزة بالأردن للتخدير الله يديمها لهم إن شاء الله فيعني لا كلها بصير عندها سترس ومن أكثر الناس وحمود اللي بصير عندهم سترس طلاب ساني رابع لا فيعني من هون لا يجو يومعد الامتحان الله يسر وشغلة ثانية اللي حاب منكم تكون لكل عارفينه اللي هي اللي حكينا عنها اللي هي بصراحة اللي صرته اليوم أنتوا بتعرفوه بعد السمينار بالذات الشباب اللي اشتغلوا على السمينار يعني أنا متأكد إنك بتعرف عن صرت أكثر من 90% of the internists in Jordan awareness لهالدزيز ما فيه لكن بعد ما فهمنا بتمنى الكل يكون فهم على الأقل 60-70% of what I want you to understand إنه significance of it it affects the patient's lives يعني والتريتمنت موجود لكن الـ awareness عند الـ general population وعند الأطباء مش موجود شغلة ثانية بس حاب نحكيها مش مطلوبة منكم يعني لكن مش غلط لو عرفناها بموضوع التريتمنت شفتوا هالعجقة اللي كانت بالتريتمنت أهم كلمة فيها CPAP معاشي شغلة ثانية في أشياء لسه ما صار عليها evidence بس يعني it looks really promising منها invasive أو non-invasive hypoglossal nerve stimulation patches بتحطهم على below your chin وبتشغل البطارية بالليل فإتول stimulate your hypoglossal nerve and it will pull your tongue anteriorly and it will relieve the obstruction في منهم implantable يعني زي l-ICD تاع الكارديولوجي ممكن تشوف السلك طالع على فوق على التنج وعمل tongue أو hypoglossal nerve and it's relieving the obstruction هاي الموضالتي of treatment it looks promising بلش صير عليها evidence مش راح تشوفوها لحد هسه بtext بوكس لسه كله على الجورنال بحكوا عنها لكن على الأغلب لبعدين راح تكون هي the modality of choice in selected patients كنون حد عنده سؤال عن obstructive sleep apnea شكرا دكتور الله يضي بالعافية دكتور نحضر خلاص ما له داعي ولا نطلع خلاص شكرا شكرا نطلع 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 نطلع